بعد ساعات طويلة من المحادثات في مينسك عاصمة بيلاروسيا وقعت كييف والانفصاليون المؤلون لروسيا خارطة طريق لتطبيق خطة السلام في الشرق الأوكرانية توقيع خارطة الطريق يأتي بعيد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار سيدخل حيث التنفيذ اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الجاري وبعد لقاء الرئيس البيلاروسي بنظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو أكد كل من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولوند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكد أن كل المسائل تمت معالجتها في النص الذي وقعه طرفاء الأزمة معبران في الوقت نفسه عن أملهما في التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع في أوكرانيا قمة منسك التي وصفها البعض بلقاء الفرصة الأخيرة عقدت من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحل النزاع في أوكرانيا والذي أودى بحياة ما لا يقل عن خمسة ألاف وثلاثمائة شخصا شكرا